لكل طفل كل حق شعار ترفعه اليونيسيف نظرياً لكنها في تعاطيها مع ميليشي الإرهاب نسفت الشعار بشكل عملي إذ ثبق لبنظمة الطفولة أن قدمت دعم لميليشيات الإرهاب العدو الأول للطفولة والأطفال تناقض رفضه كل المهتمين بحقوق الطفولة مطالبين بالتوقف اليونيسيف عن تقديم الدعم لقتلة الأطفال كون ذلك إسهاماً مباشراً في اغتيال مستقبل الطفولة مطالبات إنسانية لا يبدو أن اليونيسيف أولتها الاهتمام اللازم إذ تشير أحدث الخطوات والخطيئات إلى اعتزام اليونيسيف تسليم ميليشيات الإرهاب مطابع مركزية وتسليم مطابع مركزية للميليشية أخطر من تسليمها أسلحة قاتلة فالسلاح يقتل فرداً أو أفراداً أما المطابع التي تطبع مناهج طائفية تمجد القتل وتعزز الكراهية فتغتال جيلاً وتقتل شعباً وتحول الأطفال إلى قتلة يسفكون حتى دماء أقرب الناس إليهم بدم بارد وزير الإعلام معمر الإرياني حذر من تسخير ميليشيات الإرهاب طابعات أعلنت منظمة اليونيسيف نيتها شراءها وتسليمها لشقيق زعيم الميليشي الذي ينتحل صفة وزير التربية والتعليم لطباعة المناهج التي تم تحريفها الإرياني أشار لما أكدته تقارير دولية عن تجنيد الميليشيات عشرات آلاف الأطفال وما تمارسه بحق أطفال اليمن من جرائم مؤكداً أن تعاون اليونيسيف مع الميليشية انحراف عن مهمتها والأهداف التي تأسست من أجلها مطالباً بوقف إجراءات تسليم الطابعات لميليشيات الإرهاب والتنسيق مع الحكومة الشرعية لطباعة المناهج التعليمية وتوجيه الدعم للحفاظ على الأطفال لا للمساعدة في تجنيدهم فهل تسمع اليونيسيف صوت العقل ونداء الأهداف التي تأسست لأجلها وتستجيب للضمير المنحاز لحقوق الطفل الإنسان؟ أم تسقط المنظمة الأممية في فخ اغتيال براءة الطفولة خدمة لميليشيا إيران؟ تس Biraz دوانا المنحاز للم TB تسقط المنحاز للمتحرك اشتركوا في القناة